ضيف برنامج أبواب اليوم مخرج مسلسل الصديقات الأستاذ محمد زهير رجب أهلا وسهلا فيك بشام أفهم أهلا وسهلا فيك عبد شكرا إليك وشكرا لاستقبالك شام أفهم بدت لك شكرا لتواجدك معنا كل عام وانت بخير رمضان كريم كل عام وانت بخير جميعا وأستاذي مستمعين شام أفهم بألف خير يا رب شكرا لكم وكتير سعيد بوجودي بيناتكم أستاذ محمد بالبداية لحتى نبلشك بشكل تصاعدي عن مسلسل الصديقات اللي حضرتك كمخرج هذا العمل لما نعرض عليك النص سو كان انطباعك الأول كيف استقبلته كمخرج هلا بالبداية الجهة المنتجة عرضت علي هذا النص وكنت أنا بصراحة في طور اختيار بين مجموعة نصوص النص اللي عجبني فيه بالبداية هي الفكرة الفكرة الأساسية اللي بالعمل اللي هي تاريخ أو حياة خمس راقصات سابقا راقصات سابقا وكيف بدنا نشوفهم بعد ما اعتزلوا الرقص هي مجرد هاي الفكرة أغرتني بصراحة قرأت النص حسيت انه النص بده معالجة او اعادة صياغة طبعا الأستاذ أحمد السيد الكاتب الأستاذ أحمد السيد مشكورا تقبل فكرة المعالجة ساهم معي الكاتب جودة البيك ساهم معك يعني انت حضرتك شاركت بي لا لا هو يعني ساهم معنا كفريق عمل باعادة صياغة النص والمشاركة في تأليفه بشكل كبير لحتى وصلنا لهذه النتيجة اللي أعتقد ان هي نتيجة مرضية الى حد كبير بناء على معطيات الخطوط الخطوط الحمر اللي انت ممكن تتجاوزها او ممكن ما تتجاوزها بأعمال مثل هاي وخاصة ان هو مسلسل تلفزيوني رح نعرض بكل البيوت يعني بمسلسل الصديقات حضرتك عم تقول انه ما جاوزت ولا خط أحمر ما بعتقد لخصوصية العرض برمضان ما بعتقد اطلاقا اني نحن تجاوزنا اي خط أحمر بالعمل بالعكس كنا كتير حريصين اني نحن نكون عم نراعي مسألة اني هذا العمل رح نعرض بكل بيت ورح تشوفوا كل افراد الاسرة مسلسل الصديقات قدم لقلك النص الخاص فيه ومتل ما قلت استاذ احمد السيد كاتب العمل تقبل موضوع التعديل شو ابرز الاشياء اللي عدلت يعني شو هنه هدول التعديلات هل هنه جزريات تعدى لشكل الشخصيات هلأ التعديل صار على تفاصيل الشخصيات اكتر على توضيح خطوط اكتر على اضافة خطوط جديدة للعمل وتعديل خطوط في خطوط انا ارتقيت اني بحاجة لتفصيل اكتر فصل معها اكتر في خطوط حسيت اني بحاجة لانه تختصر اختصرت مثل يعني اذا بتعطيني مساء هلأ ما فيني اقول لك انت شوف العمل وبعدين شوف خلص مشاهدت العمل بتعطيني نسخة نصف القديم يعني سيدي بعطيك نسخة من القديم ونسخة من الجديد وبسرّبها للجمهور طيب اليوم مسلسل الصديقات مثل ما قلت انت انه بوجهة نظرك ما ما جاوزت الخطوط الحمراء ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي وارى الناس بتقول انه اليوم حالة الراقصات حتى ولو هن ما لون عم يزهروا عم يرقصوا وحالة وجود كازينو وحالة وجود المشروب انه حتى الاحاديسة اللي هن عم يقولوها فانه هي ما لا مناسبة لانه تنعرض برمضان هذا رأي الناس او ما بنا نقول بعض الناس ليش مو مناسبة برمضان او بغير رمضان تعال اقلك شغلة ليش دائما نحنا يعني كمجتمعات عربية بشكل عام انا بدي احكي هلا ليش منحول انفسنا بكل بساطة او منشبه انفسنا بالنعامة ليش دائما منحط راسنا بالرمل لو منفكر اني خلص نحنا تخبينا او منداري حالنا بمتل النعامة ما بتخبي راسنا بالرمل ليش هل هذا الشي غير موجود بالمجتمع بمجتمعاتنا كله هل الكبريهات غير موجودة بمجتمعاتنا هل المشروب غير موجود هل الرقص غير موجود يا سيدي الاعلانات اللي عم تطلع والكليبات اللي عم تطلع على كل القنوات العربية ما فيها رأس ما فيها مشروب يعني ليش دائما نحنا نلجأ لاسلوب اني منحاول دائما نحط هذا الجدار اللي مندافع فيه عن اشياء نحنا من مارسها اصلا بنسبة كبيرة انا ما عم عمم طبعا الرقص موجود بمجتمعاتنا والكبريهات موجودة مو من هلأ مو عن جديد شغلة تانية يعني بيطلع واحد بيكتب لك تعليق اني ليش الممثلة الفلانية بالمشهد الفلاني كانت لابسة فستان لونه أصفر أصير ما بعرف شو مو حرام عليكم برمضان طب يا حبيبي طالما حافظ كل هالتفاصيل ليش عم تتفرّج ليش عم تتفرّج إذا أنت عم تدقّق بكل تفاصيل الفستان وقديش طول الفستان وشو لون الفستان مين لك تتفرّج إذا أنت فعلا ما بدك تتفرّج هايك شغلات برمضان ليش عم تتفرّج حاج نزاود عبعض وحاج نكذب على أنفسنا وعلى بعض نحنا بمجتمعاتنا عم نكذب على أنفسنا وعلى بعض هذا الواقع الطفل اللي عمره ست سبع سنين عم يفتح على النت وعاليوتيوب يا حبيبي عم يتفرّج على شغلات أكتر من هيك وأعمق من هيك وأكبر من هيك وأبعد من هيك ليش يعني ما عم بفهم هذا مواقع ليش نحنا دائما نخبّي حالنا ومن نحاول نعمل حالنا أني والله لا هذا ما عنا لا يا سيدي عندك أكتر من هيك بدليل أن أنت عم تتابع وعم تتفرّج عليه وعندك رغبة تشوفه وعندك رغبة تتابعه حاج تكذب على حالك وتكذب علينا أنا بحكي هلأ بصدق عم تحكي بصدق وإنفعال إيه لأنه بفاجأك واحد مثلا مثل ما تلك هاد اللي بيكتب تعليق طالما أنت عم تحفظات أدق تفاصيل اللقطة بالمسلسل ليش عم تتفرّج عليه إذا ما بدك تتفرّج عليه وعم تقول هذا غير مناسب لرامضان ليش عم تفرّج عليه ما بدي قولك شو عامل حاله يعني عيب ما هو أنت عامل حالك طيب خلاص يعني لا تتفرّج لا تشوف إذا أنت ما حابب تشوف يا حبيبي غيرك حابب يشوف ما علش أنا ما عاملوا المسلسل إلك تحديداً إذا أنت ما بدك تشوف أنا عامل هذا المسلسل للي بده يشوف للي بده يتفرّج ما هي؟ طيب برجع أقول لك مشاهد الرقص وغيرها يمكن لا تتجاوز في العمل أكثر من 2 إلى 3 بالمية من العمل وهذا الرقص الموجود بالعمل اللي هو على الأقل على الأقل في مسلسل الصديقات لبسنا البنات اللي عم يرقصوا لبس تراسي ما لبسناهم لبس رقص شرقي فيه عري وفيه ابتزال خاصةً بمشاهد الفلاشباكل ما فيه أي ابتزال باللبس وهذا الرقص عم نشوفه بالإعلانات يا أخي بالإعلانات اللي عم تنعرد برمضان وباليكلبات اللي عم تنعرد برمضان بس الشغلة أستاذ محمد كلامك هذا ممكن نخلينا نروح لنقطة تانية متعلقة فيها اللي هي أنه اليوم بدلات الرقص اللي لبسوها لصديقات بهذا العمل والطريقة اللي رقصوا فيها ما هي رقص شريقي تراس تمام مع أنه أنتو كنتم أدنيهم بالعمال على أنهن راقصات شرقيات نحن قلنا فريق استعراضي نحن قلنا فرقة استعراضية ما قلنا راقصات شرقيات بس فيه فرقة استعراضية بكازينو إيش؟ 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 هذا الكلام موجود من الأربعينات والخمسينات يا صديقي ممكن نحن معلنا دراية بهذا العماكن تفرج على أفلام السينما اللي أنتجت بالخمسينات والستينات تفرج عليهم يعني سيدي بأفلام السينما اللي كانت تنتج عربياً ومحلياً وبمصر وبسوريا وبكل مكان أفلام السينما اللي كانت تنتج بالخمسينات وبالستينات وبالسبعينات فيها جرأة وفيها واقعية وفيها انفتاح أكتر من هلأ بمليون مرة شوف الملابس اللي كانوا يلبسوها الراقصات بالأفلام العربية اللي كانت تنتج بالخمسينات وبالستينات ما هيك؟ وكان الشارع العربي يتقبلها ويحبها ويتابعها ويتهافت لا يتفرج عليها شو عدا ما بدأ يا حبيبي هلأ؟ وكانت صلاة السينما تكتز بالمشاهدين وكان في حفلات خاصة بالصلاة السينما للأسرة عائلية يعني إذا أنتم ما بتحد يعني عمرك بجوز كان في صلاة السينما بسوريا في مواعيد حفلات للعائلات وهي الأفلام كانت تنعرض فيها وكان في تقبل وكان في إعجاب بهذا نمازج من السينما هاي الأفلام السينماية حققت مشاهدات لهلأ بنحكى فيها أن هي من درر لإنتاج السينما العربي وكان فيها عري أكتر من هلأ بمليون مرة وجرأة وتحرر أكتر من هلأ بمليون مرة شو عدا ما بدأ؟ شو صار بمجتمعاتنا؟ ليش؟ لك يا سيدي بالخمسينات عملهم بالشام مسابقة لملكات جمال سوريا الملكة جمال سوريا طلعوا عالمسرح بالبكيني بالملعب ملعب كرة القدم بالخمسينات؟ بالخمسينات بالبكيني طلعوا عالمسرح البنات بالخمسينات عم بحكيها للا ماشي؟ آآ.. مسابقة ملكة جمال سوريا بالخمسينات شو عدا ما بدأ؟ شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ هذا الجواب إذا ما بدك تقول لي أنت فنحن ما بنعرف أنا ما رح أحكي المجتمع بيعرف شو عم بيصير أنا ما نيضد شوف أنا رح كون صريح جدا ما نيضد الإنسان المتدين ولا نيضد الإنسان المتحرر ولا نيضد الإنسان اللي مؤمن بقواعد اجتماعية معينة بغض النظر شو هي إن كانت تمسك أو غير تمسك ولكن تركونا نشتغل تركونا نشتغل بما يتناسب مع رؤيتنا لهي القصة أو هديك القصة أنا بقدم لك مسلسل هلأ تاريخي ديني ديني يا سيدي مسلسل ديني عن الفتوحات الإسلامية أو 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 مين بيشوفوا بمجتمعك العربي؟ مين بتابعوا؟ هلأ لا المسلسلات التاريخية إلى نسب متابعة كثير كثيرة لا لا أنا بدي أخذلك مثلا مسلسل ديني مسلسل ديني من كم سنة المجتمع العربي أو المحطات العربية ما أنت جيت مسلسلات دينية؟ من كم أخذ؟ أوهو أنت عم تفهم شو قصدي؟ أنا عم فهم شو قصدلك بس ما بأ тобой هاد اللي عم يقول لك أنا ما بتفرج على هذا على المضمن رح يتفرج على هذا الكو الل هي مكتب عذاك وله ما رح يتفرج ولا رح يشوفوا وليه رح يفتحه التلفزيون هلأ فيه ناس أكيد بنهاية تكون بدلت تحكي بس لا تحكيها آها فيه ناس بتطلع يعني مشكلتنا هلأ بسوشيال ميديا اللي صارت اللي عم تصير مشكلتنا الحقيقية اللي عم تصير أني صار منبر لمن يريد فقط أن يتسلى أو يستعرض عضلات غير موجودة أصلا هذه العضلات أو يريد أن يصعد بمياه عكرة أو مدفوع أجر أو غير مدفوع أجر أو شو ما بدك أو واحد بيكون ما له علاقة لا بالفن ولا بالدراما ولا بالسينما ولا بشيء بيقعد بده ينظر عليك ويحكي لك بالسينما وبالدراما وبالفن وإلى آخره ويقول آراء ويقول رأيه يا أخي قول رأيك قول رأيك بس على حجمك على قدك لا تقعد تنظر أو إذا حدا دافشك لتحكي لك هالكلمتين يا حبيبي الله يرضى عليك نحن يعني خليهم بقلبك يعني ما بدنا نحكي مين وكيف وليش يعني معروف أني في عدد من صفحات الصفحات هون على النات أو على الفيسبوك أو 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 معروفين شوية شوية ناس يعني بتجيبوا بتعطيه كام ليرة وكذا وإلى آخره بيروح بيصير بمسجد بعملك ليل نهار وكل عشر دقيق بنزل لك خبر وبوست عن مسلسلك هلا أنت هيك بشكل أو بآخر أستاذ أتلمح لمسلسلات هذا الموسم كل موسم كل موسم عندك أنت مجموعة من الصفحات يا حبيبي الله يرضى عليك ما بدي في مجموعة من الصفحات بس أنت هيك عم تتهم صناع الأعمال إنه هنا عم يشتروا نجاحهم الكثير من صناع الأعمال الكثير لا فتاع النت بتعرف لحالك بيتعرف لحالك في صفحات معينة في صفحات معينة بتقول مخصصة لهذا العمل أو ذاك مخصصة لهذا العمل أو ذاك في صفحات معينة بتحس أني هاي أنشأت لهذا العمل هذا دليل إذا بدي أحكي لك ما بحب أحكي تفاصيل بس أنا شوف في مجموعة من الصفحات جرب أنت نزل خبر بهذه الصفحة أو هديك عن عمل تاني غير اللي بتكون الصفحة مكرسة عن عمل تاني جرب وشوف لأن الصفحة مكرسة لخدمة هذا العمل مدفوعة الأجر وفي هادون يعني أنا ما بدي أقول عنهم إعلاميين أو صحفيين لأنه عيب نقال عنهم إعلاميين وصحفيين هادون اللي بيكونوا قابدين أجر الإعلامي الحقيقي والإعلامي اللي يحترم مهنته ويحترم شرف مهنته ما بيمارس هاي الشغلات في مجموعات من الشباب أو ما بنا نقول الهوات أو اللي عم يحاولوا يعملوا شي بتحسن إن في ناس يعني معنهم محترفين كإعلاميين شباب مأجورين أوكي بتقبض لك كام ليرة بتنزل لك كام بوست حلو عن هذا العمل بتاخد حقهم بتروح تاكل فيهم بشري لك بنترون وبولت رياضة إذا بدك بحكي يعني أنا بعرف لأنه إذا ما لك حابة نغوص باتيوا لأسماء تمام خلينا نغوص بتفاصيل مسلسلة نعم بمسلسل الصديقات مثل ما نحكى كثير عن فكرة إنه جرأة وغيرها كمان بنحكى عن بطولة هذا العمل نعم من مصدر معين كان في بطلة مفترض من ضمن البطلات الخمسة هي نجمة سورية كثير مهمة ومعروفة وقالها اسم كثير كبير كانت المفترض تكون معكم واعتزرت فصحيح هذا الكلام مين هي هي النجمة تتحكيني شو صار بالضبط أولا شوف لألك شغلة أنا بعرف شو بدك تتحكي وعن مين وليش أنا هيك ما حكيت احتراما للمصدر يلي ولرغبة حضرتك بأنك تحكي مصدرك في عنده شوية معلومات خاطئة أو عم يسوق لمعلومات خاطئة مصدرك البطال العمل أول شيء المسلسل بطولة جماعية ما في بطل مطلق أو بطل وحيد قلت لك بطل من البطلات الخمسة العمل بطولة جماعية لأكتر من خمسة ماشي العمل بطولة خمسة ليهن الخمس صديقات زائد السيدة صباح الجزائري زائد الأستاذ فايز قذق زائد السيدة رانا شميس هادون أبطال العمل ماشي طيب طبعا سيدة صباح الجزائري مشكورة على حضورها بالعمل ونورتنا أكيد والأستاذ فايز والسترانا بالإضافة للنجمات الخمسة اللي عم يلعبوا أدوار الصديقات ليهن أنا كتير سعيد بوجودهم بالعمل طيب وشرفوني ومنورين العمل أكيد طيب هذا الحكي يعني تعرف أحيانا بعض الممثلين يلجأ لهذا الأسلوب للترويج لنفسه بيروج أني أنا والله عرض علي عمل واعتذرت لأنه ما عجبني الأجر مثلا أتوقع النجمة اللي اعتذرت واللي أنا قاصدة ما لابي حاجة أنه مدفاعا عنه عن نجوميتها اللي ناس تحكي فيها ما لابي حاجة لا أحترم أني أنا ما أقول الاسم كرمال مصدري أنت تعرف مين الاسم استاذ رحو أنت تعرف مين الاسم هلأ في اسم وحيد طبعا أنا مش هنكون صادق اسم وحيد أنا بحترمه جدا وهي صديقة عزيزة ومنجو زمن بعيد وهي نجمة بمعنى الكلمة سيدة أمل عرفة سيدة أمل عرفة كانت أحدى مرشحة لدور إحدى بطلات العمل أي شخصية واحدة من الخمسة أي شخصية كانت مرشحة لدور سلمة بكل صدد وقرت النص وعجبت دور وحبيت الشخصية وحبيت النص ما بعفة إذا هي بتقول غير هذا الكلام لأنه بيجلسة في إحدى الجلسات عندها بالبيت بالمزة قالتلي إذا حدي بيلعب هذا دور غيري أنا ما بقبلك تطلع بجناستي من كتر ما حبتها للدور ما حبتها للشخصية وعجابها بالشخصية وأنا بالنسبة لأمل عرفة هذه النجمة الصديقة والمتقلقة دائما اللي أنا بحبها وبيحترمها كتير واتفقنا وكل شي وإلى آخره وحتى اتفقت مع الجهة المنتجة على أجر محدد وا 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 وإني نحن كنا خلال أيام كنا رح نفوت تصوير صار بعدين خلاب بوجهات نظر على قضايا ما بدي أولى ما بصير أولى إلا علاقة بشو ما بعرف بشغلات تفاصيل ما فيدي أولى بعد ما تم الاتفاق حصل خلافات معينة على بعض الشغلات ترتيبات ترتيبات اللي نقول ليست فنية وليست مالية ما بدي أولى بعدين بتفاجأ أنا إني ست أمل خيل أثناء مناقشتنا أثناء نقاشها مع الجهة المنتجة وأثناء نقاشنا إني راح تلتزمت بعمل تاني طبعا هذا حق الطبيعي اللي هو مسلسل أغمض عينيك اللي أعنشوفوه أعتقد أعتقد هيك اسم العمل وطبعا هذا حق طبيعي طالما لم يكن هناك توسيق لأي اتفاق هذا حق طبيعي وأنا بحترم قراره وبحترم رأيه وبتضل مكانتها موجودة عنها وعندي شخصيا بضل بشوفها الفنانة الكبيرة بإسمها وتاريخها وبفنها وبضل صديقة وأخت عزيزة على طول بسبب هذا الخلاف على النقاط اللي ما أريد تذكرون أستاذ محمد والتزامة بعمل تاني اعتذرت عن مسلسل الصديقات هو ما صار اعتذار اعتذار بمعنى الكلمة لك ما فيني يقول انت ليش بدك تخليني يقول مين اعتذر ومين ما اعتذر لا ما بدي خليك أنا عم مسألة خلاص نروح السؤال تاني انت ليش ما تثبت هاي المعلومة شوف 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 دائما بالعمل بمهنتنا في احترام لتقاليد المهنة ما هي نحن جيلنا يمكن جيلنا على الاقل تعودنا احترام تقاليد المهنة في اسرار مهنة ما بصير تنقال للعالم في تقاليد في قوانين مهنة معنى مكتوبة وغير موضوعة هذه القوانين في اعراف مهنية من بيعرف المهنة بيعرف المهنة بيقول لك ست امل التزمت بعمل اخر والله يوفق انا عم بحكي هلأ كعرف مهنة وما قدرت تلتزم معنا بالعمل بسبب التزامة بعمل اخر يتمنى لكل التوفيق بكل اعماله وتبقى اخت وصديقة عزيزة دائما ونقطنتها تسكر هذا الموضوع بتقامن بالمنافسة بشهر رمضان صح انه في منافسة اليوم في ترتيب للحلقة 15 في مسلسل هو رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة ما بآمن بهذا التصنيف مين اخترعوا هذا التصنيف الناس مين الناس الجمهور اللي عم يتابع هين عمال صفحات اللي صفحات تبع الفيسبوك حتى قبل السوشال ميديا كانوا مثلا على ايام ما نعرض باب الحارة كان في كتير مسلسلات تانية معروضة وكان يقولوا باب الحارة رقم واحد رقم واحد من اي ناحية من المتابعة هلا شوف انا رح اكون هيك كتير ما في شي اسمه عمل واحد وعمل اثنين وعمل عشرة وعمل عشرين في شي بالمشاهدة عمل فني حقيقي وفي شي اسمه لعبولاد صغار هلا قد يوفق هذا العمل بمواعيد عرض بقنوات عرض الى اخره ويحصل على نسبة مشاهدة اعلى من اي من مسلسل اخر ماشي طيب وقد يكون المسلسل الاخر الذي لم يحصل على نفس نسبة المشاهدة اهم فنيا واهم انتاجيا اهي الاحتمالات لظروف ماشي اذا ظرف العرض ظرف العرض والمشاهدة والمتابعة كل هذه الظروف مع بعض هي التي تؤهل هذا العمل ليحقق نسبة مشاهدة اكتر من هذا وهذا ليس انتقاس من الاعمال الاخرى يعني انت عندك السنة بسوريا انتج عدة اعمال طبعا انا احترم اي جهد بذل في اي عمل انتج هذا العام بغض النظر مين مشارك فيه مين انتجه مين مسل فيه مين اخرجه مين كتبه الى اخره كل ما بذل من جهود لانتاج اعمال درامية هذا العام انا من جهتي اشكر اشكر هذه الجهود قد يكون هذا العمل وفق بنسبة مشاهدة بسبب ظروف العرض والترويج الاعلامي وهذا العمل لم يوافق بنسبة مشاهدة عالية بيسبب لهي الاشباب ولكن هذا ليس انتقاص من هذا العمل او ذاك من جهته الفنية ايزاك ابدا ولا انتقاص طبعا هلا تعال نحكي هيك بلا مشار محي تفضل فيه اربع خمس اعمال بالدراما السورية سنة يعني تقريبا متصدرين كنسبة مشاهدة اربع خمس اعمال خلينا نقول ما هيك يلي هنم برأيها ما بدي اقول اسما ان شاء ما حدا يزعل تفضل ولا بدي لا بدي ازعل زائل حدا ولا بدي راضي حدا عم بحكي بالعموم اربع خمس اعمال تصدروا عملوا نسبة مشاهدة ما هي الاعلى الصديقات من ضمنهم اعتقد اعتقد اني الصديقات من ضمن الاعمال اللي عم تحقيق نسبة مشاهدة هالاربع خمس اعمال هادون اذا بتقارنهم مع بعض في ضخامة انتاجية ببعضها وصرف وصرف مرعب انتاجيا ما هيك وفي انتاج محلي جيد مقبول انتاجيا جيد وفي انتاج مشترك طيب انا من جهتي بروع الانتاج المحلي المحلي هلا بدك تسألني بعدين ليش 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 لانه على الاقل على الاقل اشجع الانتاج المحلي الذي لا يملي علي اجندات اجندات واشجع الانتاج طبعا الانتاج الخارجي اللي عم يجي ينتج هون ويصرف اموال ويقدم ويقدم الدراما السورية مشكور لانه عم يساهم بنهضة الدراما السورية واعادة احياء الدراما السورية بعد فترة تركوه طويلة اكيد طيب ولكن انا كمحمد ارفع القبة على الانتاج المحلي مهما كان بسيطا بس ذكرتلي موضوع اجندات اجندات استاذ محمد يعني هكا انت عم تضرب بهدينك الاعمال لا 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 انا ما بدي اقول شو الاجندات ما بدي اقول فيه اجندات اعود اتفرج على الاعمال اعم اتفرج ضاعث هيك لا فهمنا تابع يعني انا ما مصلت början لا انت عارفان انت عارفان شو اصدي عود اتفرج ع partie عم تحكم علي لا لا انت عارفان انت عارفان منيح شو عم بخكي عود اتفرج على الاعمال عود اتفرج ع كل الاعمال عاملك انا احترم حتى المسلسل اللي اللي بإمكانيات بسيطة جدا الانتاج المحلي واحترم الجهد المبذول فيه لانه ده محاولة صادقة محاولة صادقة للوجود على الساحة بغض النظر عن النتيجة ماشي هلا الأعمال هديك الضخامة الانتاجية والأموال مشكورة كمان أنا ما عمل لك مشكورة بس أنا كمحمد أنا كمحمد أجنح باتجاه الأعمال الانتاجية المحلي هذا طبعي هذا رأيي هذا فكري مهيك طيب ليس انتقاصا من الأعمال الأخرى دير بالك أنا ما عم بنتقص من أي عمل يعني مثلا تعال حكي مسلسل تاج الضخامة انتاجية مرعبة في منتج سوري برأس مال محلي قادر يقدم هيك عمل بهي المرحلة لا أعتقد تعرف هن بسوريا هلأ في هالأربع خمس منتجين أو هالثلاث منتجين مهيك في غيرون معروفين ما في داعين نقول أسماءهم في حدا منهم قادري أو عنده استعداد يقدم عمل بهذا الزخم الانتاجي أكيد لا ليش بدي إلا يسألني ليش لأنه لأنه ما رح ينباع معه رح يخسر فيه يعني المنتج السوري ما رح يحط 8 و 10 مليون من هداك مهيك بيقولوا بلو سلسلات هلأ صاروا عم يقولوا من هداك حلون هداك وبالأخير ما يقدر يجيب 10% من تكلفته عم تفهم شو أصدي ما رح يجيب 10% من تكلفته لأنه ما رح يقدر يبيع أما العمل اللي عم يكلف العمل اللي هو عم يكون انتاج خارجي عم يكون تسويقه موجود قبل تصويره لأنه تمويل خارجي فعم تقول الحالة متكاملة أكتر مو متكاملة مصروف علي أكتر ما بدي أقول متكاملة مصروف علي أكتر ما فينك تقول يعني لما بينوجد المال كتير والإنتاج الضغط الضخم أو الإمكانيات الضخمة ليس شرط أن يقدم عمل متكامل المال الكثير ليس شرط أن يقدم عمل متكامل منافس حالة نجوم كتير ما شرط يعني في كتير أعمال شفناها سابقا متخمة بالنجوم ما هيك لم تنجح جماهيريا ولم تتابع فما في شرط مو شرط انت بس ما فينك تقارن إنتاجيا أما نجاح جماهيريا والنجاح ما مو شرط يعني بزمانه انتج أعمال بسيطة كتير وبتكلفة زهيدة جدا في سوريا وحققت نجاحات مرعبة جماهيريا صح يعني هلأ تاج مسلسل تاج ميزانية ضخمة جدا مو هيك وطبعا بد يوجه تحية طبعا لفريق العمل لأنه مقدم عمل بيسوية فنية جيدة جدا وتيم حسن نجم شيئنا أبقينا نجم كبير وزو حضور مهم وجماهيرية واسعة بس هل تاج تاج ما بتعمل عمل متكامل يمكن لا أنا قلت لك بصير متكامل العناصر يمكن تاج ما حقق هذا النجاح أظن نفترض لأنه هو ما عمول ما حقق نجاح أنا ما حقق نجاح أنا ما قلت ما حقق نجاح أو ما كان هو نفس نفس نجاح لأعمال السابقة جماهيريته اليوم لأنه في أعمال سورية تقنيت على سوية أفضل لا لا من السوية مو أفضل إطلاقا أبدا من السوية يعني اليوم في مال الأبان وفي أولاد بديعة وفي أغمض عينيك أنه رجعوا وعملوا أعمال سورية السوية معنى أفضل منتاج لا فنيا ولا شيء ولا واحد من هذول لا لا إطلاقا إطلاقا السبب إطلاقا رح قل لك السبب بجوز أنا هيك مزاجية الشارع برا بهوليوود بأوروبا بيدرسوها وبناء عليها بيقرروا شو العمل اللي بدون وينتجوه السنة أو شو هي أفلام السينما اللي لازم تنتج خلالها ثلاث سنوات شو المواضيع بيدرسوا مزاجية الشارع أنا عمل من ناسب مزاجية الشارع السوري من ضمن اللي ذكرناها بدك رأي طبعا ولا عمل ولا عمل ولا عمل ولا الصديقات ولا ولا عمل مناسب لمزاجية الشارع كل الأعمال اللي عم تنترح حتى الصديقات للترويج للإستمرار ولي خلينا نقول محاولة محاولة لإعادة حركة الدراما ومحاولة لكسب الجمهور بس هي لكسب الجمهور وجذبه مرة أخرى للشاشة أو للدراما السورية بس هي أنا بدك أنا عم بحكيها لقناتي ما لك شايف ولا عمل حاليا يتناسب مئة بالمئة مع زوق الجمهور وما يطلبه الجمهور العربي في هاي المرحلة الأقرب طيب لألون زора ما بنا نقول 100 بالمئة آ maximize الآرب آخر هو العمل اللي بيحكي عن وجعه شفلي أي عمل عم يحكي عن وجعه ولا عمل عم يحكي عن وجعه حاليا ولا عمل عم يحكي عن آلم عن آلم الشارع عن وجع الشارع عن هموم الشارع ولا عمل تقلي تعلي التاج هل همم همم يحكي عم أولاد همم بديع همم عم يحكي عن بيئة معينة الصديقات عم يحكي عن واقع عن هموم الشارع العربي قصة معينة كمان الصديقات قصة في المفروض يكون في استراتيجية معينة لهي الأعمال للأعمال التي ستنتج استراتيجية دراسة حقيقية معمقة ما في ما عنا بيجي المنتج بيقلك عندي هالنص أو هالنصين أو هالثلاثة أخي والمحطة حابة تنتج هذا العمل أو هادون العمليين أو هاي المحطة أخي عندها ميل بدون عمل شامي أو هاي المحطة حابة بدها عمل اجتماعي عم تفهم شو قصدي أنا عم كتير صادق ممكن تكون متعرض لهذه الكلام سابقا كل الجهات المنتجة وكل المخرجين وكل الكتاب هذا واقع ما حدا يزاود على حدا يملى عليكم لا حدا يزاود على حدا إطلاقا بيجيك انت كمخرج بيجيك انت كمخرج عرض 2-3 من جهات إنتاجية إني عنا هذا العمل أو هذا العمل بتيجي جهة الإنتاجية الفلانية بتيجي لك عندي هذا العمل وهذا العمل وإذا انت عندك نص ضمن الموضوع ضمن المعطيات يا ريت إذا عندك نص حلو كمان انت قريب لهي القصة بس ما بيجي 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 كمخرج شو عندك رؤية مشروعك اتحدى انا اني في مخرج محلي سوري او عربي اتحدى اتحدى ان يقدم مشروعه الشخصي اتحدى طب شو مشروعه الشخصي لحضرته سبق وحكيت كثير انه مشروعي الشخصي لم اقدمه بعد كل اعمالي التي قدمتها ان كان في مصر او في سوريا او خارج سوريا هي ابنائي بالمحصلة هي حصيلت شغفي بالمهنة ماشي ولكن هل قدمت عمل انا كمحمد هل قدمت عمل اعتبره ابنا ابنا بكل مكوناته لا اطلاقا واتحدى اي مخرج يطلع يقولك هذا الكلام عكس هذا الكلام اوكي انت المخرج بيجيك عرض اثنين ثلاثة اربعة انت بتختار بتختار الاقرب لروحك الاقرب ل او بتختار الشي اللي ممكن يعملك اختلاف اختلاف او بتختار الشي اللي ممكن يحقق لك نقلة او تغيير او شكل جديد او لون جديد او 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 انه مشروعك مشروعك جيب لي منتج مخرج عم يقدم مشروعه الشخصي يعني هذا التحدي رح يوصل لعدة اشخاص عاملين بها المهنة هنا يجابوك على هذا الكلام من ضمن الشخصيات اللي لاقت استحسان الجمهور هي شخصية فطوم الصبيانية ان صح التعبير اللي قدمتها الفنانة رينا شميس شلون كانت يعني عالية التحضير لهي الشخصية ما بين النص وبين رؤية الفنانة رينا شميس ورؤيتك اخراجيا الافعال اللي كانت عم تعملها رينا شميس اولا هي نجمة وانا سميتها من فترة باحد اللقاءات الجوكر اللي هي ممكن تلعب اي دور اللي هي عندها امكانيات وطاقة هائلة وهي قادرة حقيقة عندها موهبة كبيرة هذه السيدة هذه النجمة بوجه لها تحية طبعا هي كانت الخيار الاول لهذا الدور ولم يكن هناك خيار ثاني لهذا الدور اه وحقيقة هي لما قرأت النص يعني ما عرف إذا قلت لي انا لو حدا غيري اخده الدور كنت بموت بالحرف الواحد قلت لي يعني هي كتير كانت سعيدة لما نعرض علي الدور هذا شرف لأينا طبعا لانه نحنا نكبر فيه لمدام رنام اه الشخصية مكتوبة على الورق انه فتاة فقيرة تعمل سائقة بالنهار على عندها احدى السيدات وبالليل تشتغل على الهوندايا مع ابوها لتساعدوا بسوق الهال ونقل الخضرة والبضائع وواواواواواواوا في اي هوات made بالشخصيا نهي بتلعب كارتي وبتدربي وتحالى وبنت قدعا وبنت بلد وابوها وما حدا بقدر آآigare استوطيح تidän واواواوا參 وان pim أي حدا ممكن يتعرضله هوعتنى الممكن تدربيiza وفنو mitä الحقيقة رانا شميث اضافة على الشخصية أنا ما بنكر روح الفكاهة فأنا سميتها فاكهة العمل أضافت له مو بس لعبته صح هي أضافة روح جديدة للعمل وهذا ما يميز الفنان الحقيقي عن غيره الفنان الحقيقي أو الممثل اللي عنده شغف المهنة وشغف التمثيل يضيف يضيف من روحه على الشخصية رانا شميس أضافت شيء مهم على هاي الشخصية اللي هي حس الفكاهة أو حس النكتة أو المداعبة أو خفة الظل فهي عملته بشكل خفيف الظل طبعا تنقشنا كتير وحكينا كتير بالشخصية وبكل مشهد كنا أني دكتور شو رأيك أنا بدي أعمل هيك شو رأيك أعمل هيك شو رأيك ساوي هيك هون بهاي اللقطة بدي أعمل هيك بدي نط بدي أعمل بدي ساوي كنا نتناقش أحيانا فأنا إلا أوكي لأنه أنا مؤمن بموهب ترانا ومؤمن بإمكانياته مثال على ذلك مثلا هذا المشهد اللي عمل تريند تبع الرأسة يعني هذا المشهد كان على أنه عبير بتقلا أمير قصي ما أمير قصي من باب الدعابة عمي الصديقات عمي داعبوها وكذا فالمكتوب أن هي بتقوم بتأدي رقص شرقي سيء ركيك سيء ما بتعرف ترقص شرقي ما نبيه الجو هذا وبهلمود هذا فقبل تصوير البشهد عم تلي أنا عندي فكرة أستاذ وممكن ترحى عليه قتلى شو قالتلي أنا حابب أعمل رقص مختلف موقع رقص شرقي قتلى مثل شو قال مثل هدون الشباب اللي بيرسوا تبع المهرجانات بمصر وهي رقص المهرجانات الشعبية بمصر ما بعد شو الأغاني الشعبية المصرية كذا قتلى يعني أنا ما بعرفين بدي شوف يعني أنا هذا الرأس ما كتير عندي فكرة عنه بدي شوف خلينا نعمل بروفا إذا حبينا منصور عملنا بروفا حبينا الفكرة وصورنا والمشهد عمل نسبة مشاهدة عالية جدا عمل تريند عالي هذا دليل إنه حدا مشتهد وحدا عم يتعب وحدا عم يبحث وعم يدور على الشيء الأجمل والشيء الأفضل وعنده اقتراحات تغني الدور لهيك أنا بوجه لتحية وبرك أني رنا كانت عملت دور مهم حقيقتنا أكيد اليوم أستاذ محمد يعني صرنا بنصف شهر رمضان المسلسل الصديقات خبر جمهور شو ممكن يكون لسه ناطرهم يعني هل هنا لسه في أحداث جدا مشوقة في خطوط جديدة خطوط جديدة ما في بس ولكن في تطورات هائلة في تطورات كبيرة هتفاجئ الجمهور طبعا ما بدي أحرق الأحداث بس في تطورات مثلا يمكن بحلقة اليوم بلشنا الروح باتجاه بعض التطورات التيزر اللي عم يتقدم ببداية كل حلقة اللي قبل الشارع يتابعوا لأنه عم يعطي إلحاءات لما سيحدث لاحقا ما يعني أنا عم حاول بكل حلقة ببداية كل حلقة قدم 20-30 ثاني لحتى أقول لهم أن هذا ترقبوا أو شيء قريب منه أو عكسه أو ضده في حلقات قادمة يشوفوا التيزر اللي عم يتقدم قبل الشارع العمل سيحمل الكثير من الأحداث والمهمة والمفاجآت الكبيرة حقيقة من المفاجآت اللي شفناها أستاذ محمد بمسلسل الصديقات خارج نطاق الأحداث هو مكان عرضه شفناها عم ينعرض على يوتيوب على قناة الشركة المنتجة شو السواب بريعياك اليوم عم ينعرض على عدة منصات أنت مع هذا الطرف؟ عم ينعرض على عدة منصات مو بس منصة الشركة في منصة view في منصة تيمكني ستارت ما أنا حافظ أسماء المنصات بس في عدة منصات على اليوتيوب عم تعرض العمل وفي شوف الدراما وفي شوفها في view في عدة منصات على اليوتيوب عم تعرض العمل بالإضافة للمنصة الخاصة بالشركة وهذا حق طبيعي طيب هذا إنتاجها ما بتعرضه وإيه المشكلة نحكي نحن أنه خصوصية العرض الرمضاني أنه تلفزيونات بالعادة وبعد ما ينتهي هذا العرض بيعرض على يوتيوب مين قال لك هالحكي هل تعلم يا صديقي أن في السنوات القادمة لن ترى أي عمل درامي على الشاشات التلفزيونية بسبب موضوع الأرباح كلها ستتابع بتصير على اليوتيوب هل تعلم أني بالسنوات القادمة ما عد ينعرض مسلسلات على الشاشات التلفزيونية بسبب موضوع الأرباح مو بس الأرباح الميديا صارت متابعة أكتر من الشاشة يعني أنت وأنا هلأ أنا أنا كمحمد أنا بحضر على الموبايل ما بتفرج حشي على التلفزيون بكون قاعد بسيارتي قاعد عم بشرب قهوة كذا بفتح موبايل ليه بتفرج نسبة المشاهدة على الموبايل أعلى بكثير من نسبة المشاهدة على الشاشات وفي سنوات القليلة القادمة سترى اضمح رح يبدأ اضمح لا للعرض على الشاشات كله حيصير العرض على النت وعا تلعو على الموبايل صدقني بالعكس هذا هذا هي لغة العصر يعني هذا هي تطور العصري للميديا نحن انتظر تحقق توقعك من عدم لا لا صدقني صدقني هذي دراسات هاي دراسات يعني موجودة يعني حتى كبرى الشركات العالمية للإنتاج الفني بلشت تنتج لليوتيوب واللنت مو للشاشة بلش الإنتاج يكون خاص للنت لليوتيوب واللنت إنتاج خاص صار يعني عم ينتجوا ليعرضوا على النت بعدين بيفكروا يعرضوا على الشاشة نعكسة الآيب بغض النظر سواء أنتج العمل اللي ينعرض على التلفزيون أو على المنصات ننتمنى على أعمالك ولحضرتك كل التوفيق دائما شكرا بدي اتشكرك انك كنت معنا بشام اف ام ببرنامج أبواب كنا سعيدين بتواجدك ورمضان كريم وشكرا جزيلا شكرا جزيلا